الأستاذ أحمد العوامي من مكتب التوعية والتطقيف الصحي في مدينة بنغازين ورحب به أهلا وسهلا أستاذ أحمد صباح الخير مرحبتي تحيي لك أخي أحمد وتحية لكل الزملاء المرافقين لك الأستاذ وفاة الأستاذ عبد الله وكل من يشاهدنا مناشط مكتب التوعية والتطقيف الصحي كثيرة ومتواصلة بداية نوت أن نتعرف على حصيلة من هذه الأخبار التي تهم المواطن بشكل مباشر نعم هو حقيقة أخي أحمد طبعا شهر عشر الماضي كان شهر حافل بالبرامج والأنشطة وحتى المناسبات العالمية نحن يعني كانت عندنا مجموعة من المناشط التوعوية حول سرطان الثادينا سرطان يحفظ الجميع بما أن شهر عشر كان هو الشهر التوعية سمو فيه الشهر الوردي فكان عندنا يعني مناشط متنوعة ركزت على يعني كان فيها محاضرات كان فيها ندوات كان فيها حتى يعني تعاونوا مع الفريق الطبي تطوعي نوجههم التحية أيضا وكان فيه حتى كشف على السيدات كان التركيز أكثر على أهمية الاكتشاف المبكر لهذا المرض يعني خاصة نحن حسب ما حكونا الناس المختصين أطباء الأورام يعني المشكلة التي توجه الأطباء في ليبيا أن الحالة كثير منها تأتي في وقت متأخر وهنا يصعب العلاج لكن عادة هذا المرض لو اكتشف مبكرا حيكون العلاج سهل وقد يعني حتى المريضة محتاج حتى إلى جراحة يعني ولا تحتاج إلى علاج يعني فكل مكان فهذا هو الهدف كان يكدو على أهمية الاكتشاف المبكر لهذا المرض والمتابعة الدورية جراء الفحوصات المطلوبة يعني اللي تحتاجها المرأة حسب أمرها هذه كلنا نركز على منصقات التثقيف الصحي الوجه للتحية في العيادات في المركز الصحية في شهر عشرة كان عندنا حتى اليوم العالمي للصحة النفسية كان فيه يوم عشرة عشرة أيضا كان فيه منصق متنوعة كان ممكن أبرزها نشاط في العيدة المجمعة 23 يوليو أيضا نحن شاركنا كمكتب تثقيف الصحي مع منظمة الصحة العالمية في ورشة عمل لمدة يومين أقيمت للإعلاميين يعني العالميين فشارك عدد من العاملين بمكتب تثقيف الصحي الحقيقة وكانت ورشة مهمة ركزت على يعني التغطيات الإخبارية في مجال الصحة النفسية كان عندنا أيضا في 15 عشرة كان اليوم العالمي لغسل يدين كان فيه مناشط أيضا متنوعة ركزنا على أهمية غسل يدين وممكن الناس عرفوه ممكن في ظل الجائحة ولكن غسل يدين يعتبر مهم جدا ولا علاقة يعني يعني يقي من عدد كبير من الأمراض ونحن الحمد لله حتى حكينا من قبل وقلنا هذا من ضمن عاداتنا ومن ضمن تقاليدنا نحن مسلمين الحمد لله نصلى والصلاة تبدأ بالوضوء أول شيء في الوضوء يغسل يدين ووضع مجهد علينا ولكن نحن نأكد عليه يعني العالم ممكن أخيرا در يوم عالمي يغسل يدين لكن نحن كم مسلمين نعرفوه يعني من بداية الإسلام وضع فضل من الله سبحانه وتعالى حتى من عاداتنا ومن تقاليدنا ونعرفوه حتى الناس الكبر كانوا يركزوا على هذا الجانب يغسل يدين باستمرار لما يجي الأب والجد من بره لازم يغسل يديه لما يبياكل لازم يغسل فكانت من ضمن عاداتنا يريد أن نرجعولها ونأكلوا عليها ونعلموا خاصة للأطفال أهمية غسل اليدين وغير حقيقة كان فيه أيضا حتى الأسبوع العالمي للوقاية من العدوى طبعا هذا البرنامج أشرف عليه مكتب الجودة بإدارة خدمات الصحية بنغازي وقيمة مناشط متنوعة في مرافقنا الصحية من خلال منسقي المكافعة العدوى ومنسقي الجودة ومنسقي التثقيف الصحي وأكدوا فيه أيضا على أهمية الوقاية من العدوى أهمية حماية سواء كان العاملين الصحيين أو المرضى تطبيق سياسات مكافحة العدوى ليشرف عليها مكتب الجودة هذه كلها برامج وأنشطة وقيمة في شهر عشرة الماضي طيب على ذكر التوية والتثقيف الصحي وأنت جزء مهم في هذا المكتب ولك خبرة وتجربة طويلة أستاذ أحمد أريد أن أشير إلى الحملات التي شنت مؤخرا على بعض المطاعم وبعض المخابس وبعض محلات المواطن الثذائية وغيرها التي لا علاقة مباشرة بالمواطن هل مثلا في ضمن تصوراتكم وخطاتكم أيضا المساهمة في هذه الحملات بالتوية والتثقيف وغيرها نحن شفنا مشاهد بصراحة مؤذية جدا وانت أكيد شفت يعني لم أخذ قوارد أوسع قذرات أشياء يعني يندلها الجبين نبين نعرف مثلا هل ممكن مكتب التوية يساهم أيضا في هذه الحملات جنبا إلى جنب مع مثلا وزارة الداخلية وغيرها هل طلب منكم مثلا ذلك؟ نحن طبعا ما يتعلق بالتفتيش هو اقتصاص لجهات أخرى يعني كيف الرقابة على الأخذية لكن نحن جانب التوعي بالضبط نحن مستمرين فيه نحاول نوعى وخاصة المواطن يعني نحن تحدثنا كثيرا وشاركنا حتى في ندوة كانت بإشراف الحرس البلدي وحكينا على مثل هذه المخالفات وركزنا على الجانب التوعي وكان عندنا ورقة يعني في هذا الشأن تقدمنا فيها على سلامة الغذاء يعني وأيضا حتى قمنا يعني مجموعة من المحاضرات حتى من خلال وسائل الإعلام يعني ركزنا على الجانب يهمنا نحن سلامة الغذاء وكيف المواطن يعني يختار الغذاء المناسب له اللي هو سواء كان في نحكو عن المحلات مثلا كيف يختار الحاجة اللي هي تكون مثلا مطابقة للإشرافات الصحية يبتعد عن الأشياء اللي مهيش معروفة المصدر وأيضا حتى على جانب المطاعم جانب حتى العرض الغير مناسب يعني للمواطن يعني نجد مثلا عرض مثلا اللحوم اللحوم تحفظ مجمدة حادة فنجد مثلا العرضها أمام المحلات وذا شيء خطأ الأسمات مثلا أيضا حتى هي نجد تباع يعني حتى في العراه هكي بدون يعني هذه يفترض أنها تحفظ في مجمدات بش لأنها تعتبر أغذية سريعة الفساد المطاعم طبعا نحن دي ما ننصحه بالأكل في البيت ولكن ما فيش باس أن مرات الأسرة أو حتى الشباب يحبوا مثلا يوم يكونش بفراط يعني يحبوا أنهم يأخذوا حاجة بالضبط يعني أنا منعوش شيء هذا نحن ولكن ما يكونش يعني 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 ما يكونش يعني بشكل مفرط يعني مثلا يوميا نكلوا في مطاعم الشباب تقام يوميا يتعشوا برا أنت عارف أن هذه أغذية غير أنها مثلا الشراء الصحية هي أغذية غنية بالدهون ومقليات وأشياء لو فرطنا فيها حيكون لها أثر سلبي على الصحة ضف إلى ذلك لما نقوله شيء يكون بقدر معين نزل نختاره المطاعم لتكون نظيفة نتأكدوا من الصحة ومن الناس يعملوا فيها وعندهم مشاركة صحية وأيضا يحافظوا عن نظافة أنت مرت للأسر تقل مرت كثرة الازدحام وكثرة الطلب في هذه البطاعم مرت معاش يعني يغير فيه فرصة للعاملين أنهم ينظف وكذا وهذه هي ممكن اللي رسدوها الناس المختصين في هذا المجال وبالتالي حتى نحن أصحاب البطاعم لازم يركزوا على النظافة النظافة هي أساس الصحة ولازم نحن نركزوا على الحفظ السليم خاصة أنهم يتعالوا مع لحوم مع أغذية مرة تكون سريعة الفساد وبالتالي لازم هذه الأغذية تحفظ إذا كان لحوم تحفظ مجمدة إذا كاننا طهية معاش تستخدم مرة أخرى هذه كل أمور لازم يركز على الناس اللي معاها يكونوا أصحة يكون عندهم مشاهد صحية هذه كل أمور نحن نوعه يعني في الناس من خلال يعني حتى البرامج المختلفة ومن خلال وسائل الإعلام نعم وشفنا حتى المخابز هي الأخرى يعني البعض منها أو أغلبيتها في مدينة بغازي من خلال هذه الحملات تعاني ما تعانيه مثلا من الإهمال وعدم اهتمام أصحاب هذه المخابز بالنظافة سواء نظافة المكان في حد ذاته ونظافة العاملين وخلوهم من الأمراض المختلفة وخاصة منها الجلدية بالضبط هو حقيقة ملاك هذه المخابز هذه أمانة أنت تقدم في شيء غذاء للناس فلازم أنت ما تحتمتش على العمالة الأجنبية تلقام أو تلقى مثلا يدور في لازم يكون عندك مثلا متابعة ورقابة وتركز على النظافة وتركز على يعني حتى ما يكونش المكان عشوائي يعني هذه الأمور لازم نحن ناخذوها في عين الاحتبار نحن ممكن هو باب رزق له نحاول أنه ما يغلقش ولكن أنت حتى أنت لازم تساعد هذه الجهات ولازم تحافظ على هذه الأمور ويكون لك دور ما تخليش مثلا أنت جيت تجني في الأموال فقط وما تعلمش العمالة لشي ندير يعني مرتوها يكون صاحب المالك للشي هذا وما عندش علم وما عندش دراية اللي يأخذ في الإيراد فهذا من أبوش أنت لازم تكون عندك متابعة أو تخول شخص في ثقة أن يتابع مثل هذه الأمور والنظافة كيف ما قلنا هي أول شيء والأمور الأخرى يعني لازم يكون حتى للشراطات الصحية وكل ما يتعلق بالصحة لازم ننوفر في هذا المكان نعم ويعني أكثر من مرة تم التحذير أيضا من استخدام الأكياس البلاستيكية وشنة حملات مختلفة في هالجانب وحذرة من استخدام خاصة في الأشياء الساخنة بالضبط يعني أنت واضح وما يبش حتى يفترض أن المواطن يكون معها كيس لما يجي للمقبس طبعا كله أنت عارف أنت من عادة نحن نقول الخبز يكون ساخن وبالتالي أنت تجيب معك كيس من السعف أو من القماش القماش الآمن هذا وتأخذ فيه الخبز متاعك يعني يكون نظيف أفضل من أنك تحطه في في كيس بلاستيك للأسف أن يتأثر بالحرارة ومرات درجة أن الخبز تسقط يعني من درجة الحرارة العالية وبالتالي حتى تأثر الخبز يعني لكياس البلاستيكي هذه ممكن نحن يعني حتى ممكن نحن شاركنا في حملات يعني في السابق هذه تستخدم حتى بتقنين ما تكون يعني نحاول حتى نعود المواطن إنه إذا كان حاجة بسيطة ممكن نشيلها في يدها ولا يجب معاكيس يستخدم عدة مرات يعني ولكن وممكن تستخدم في الملاب ولكن في الأغذية الساخنة بالذات هذه حتى تعتبر مشكلة ولا أثر سلبي على الصحة ولا كيف حدثنا حتى يعني كثرة انتشارها وكثرة استخدامها لأثر حتى على البيئة يعني بالأشياء اللي تتحلل ما تتحللش أصلا يعني تقت في البيئة ونشوفون نحن كيف تأثر حتى على الثروة الحيوانية وحتى مظهرة يعني في الفضاءات يعني مهوش لائق للأسف الشديد فيريت يعني تكثف مثلا هذه الحملات ويكون لها استخدام محدد في أغراض معينة لكن ما يكونش في الخبز الساخن وما يكونش حتى يعني نحاول نوع المواطن وكيف أنا شفت حتى مثلا في تونس على سبيل المثال تأخذ انتا كيس تشتريه مرة واحدة وتستخد مرات عديدة يعني ويكون كيس آمن يعني بدل من يعني حتى يقلل من استهلاك هذه الأكياس يعني يريد حتى الناس اللي يتقدموا في النشاط هذا النشاط الأكياس يغيروا في نشاط آخر يعني ممكن يدروا أكياس ورقية يدروا شي يعني فهذا حق تحدثنا فيه كثير ولكن هي مشكلة يعني قديمة للأسف الشديد لكن على الأقل في هذه الفترة ما نستخدمش في الأشياء الصاقية خاصة الخبز يعني والنايل والبلاستيك حسب ما ما يقال في بعض الدراسات والأبحاث البيئة تتخلص منها بصعوبة وليعشرات سنين ممكن لألف سنة ممكن ما يتحللش للأسف الشديد نعم من الأشياء اللي ما يتحللش وبالتالي هذه مهورة حتى تصنيح نقلوا من استهلاكه ومن تصنيحها ويتحتاج إلى سياسة الدولة للأسف الشديد ولكن نحن يهمنا أن المواطن يقلل من استهلاكه قدر الإمكان إذا كان يجب معاكيس أفضل حتى في المواد الأخرى ويمنع استخدامه في الأشياء الصاقنة خاصة الخبز نشوف الخبز نشوف حتى الطعمية والأشياء الأخرى يعني للأسف ممنوع هذه الأكياس تضع فيها شيء صاقن لأنه حتى تحلله بسرعة وحتى تكون لها أثر سلبي على صحة المواطن طيب الأمراض المتصلة والمتعلقة بفصل الشتاء أنا أوجد يعني لا حصرة لها نعم من خلال هالتقديم نعرف على هذه الأمراض كيف نقدم التوعية اللازمة لتفادي هذه الأمراض الشتوية نعم التي لها صلة بهذا الفصل الحقيقة أخي أحمد هي بدأت الآن للأسف الممكن هي الأمراض الشتاء كثيرة ولكن الأكثر شيوعا اللي هي الأنفلونزة وهذا وقتها الآن النزلات البرد الأخرى أنت عارف أن الفيروسات هذه الدائرة في الجو كثيرة يعني يعني الإنسان مرات ينزك كما نحن نقوله الزكام أو نقوله بالعام الشخص ينزك من أكثر من مرة وبالتالي كل مرة يتعرض لفيروس بشكل يعني بالإضافة إلى طبعا اللي تعتبر الأخضر هي الأنفلونزة طبعا وانت شفت يعني الأنفلونزة عادتا يسمون فيها الأنفلونزة الموسمية لها موسم فهي مرتبطة عادتا بالخريف والشتاء يعني وتمشي حتى عند الربيع ولكن لعله تبدأ الآن شهر 11 شهر 12 شهر 1 شهر 2 عادتا تكون ذروة متاحة والأنفلونزة حتى نحن ممكن تحدثنا في السابق على فيروس كورونا وكيف يأثر في الناس اللي هما منعتهم ضعيفة كيف يأثر في النساء الحوامل كيف يأثر في كبار السن خاصة يعانون من أمراض مزمنة أيضا الأنفلونزة حتى هي تعتبر من الأمراض الخطيرة على هذه الفئات لو الإنسان صحتك ويسا مناحتك ويسا حيتعدى ولكن الناس اللي عندهم مشاكل كبار السن وخاصة يعانون من أمراض مزمنة هذا المنزل لازم يأخذوا احتياطهم النساء الحوامل لازم ينتبهن يعني خاصة الآن في فصل الشتاء لازم يحاول عن فصل لازم يبتعدا على الأماكن المزدحمة قدر الأمكان الأطفال الصغار حتى هم الأنفلونزة الأثر فيهم بالتالي ما فيش عداعي أني طفل صغير نشيلها معايا للمناسبات اللي فيها الزحام كثير وكذا نحاول أنا إذا كان الأم عندها طفل مفروض نحفوها يعني حتى ما يلموش عليها الأقارب تهتم بطفلها مضاعفات حضيرة تصل إلى الالتهالات الهوية التهوية أيضا بالضبط فيحتبر الأنفلونزة هي الأكثر شيوعا طبعا نحن عادة ننصح أن الشخص يعني غسل يدين هذا شيء أساسي يقلل من هذه الأمراض يعني يحميني كيف ما قلنا في السابق من كورونا كورونا ما زالت موجودة أقي أحمد ما زال المركز الواطني يسجل فيه حالات وينشر على صفحتها وما زالت الكورونا تأثر في الفئات الضعيفة التي تعاني من مشاكل ومنعاتها ضعيفة بالتالي نحن لازم نأخذ احتياطنا لازم نأخذ التطعيم بتاع كورونا مدام متوفر عندنا في بنغازي حاليا أربع مراكز عندنا مركز تطعيم المدينة العام بجانب وستبلات طبعا قرب القنصلة الإيطالية سابقا وعندنا العيادة المجمعة للفويهات وعندنا المركز الصحي شواداز واو وعندنا أيضا العيادة المجمعة سيدي خليفة هذين يقدمن في خدمة تطعيم ضد فيروس كورونا صاروا يحفظ الجميع وبالتالي الناس اللي ما أخذوش مفروض يأخذو نحن نشجع على التطعيمات لأنها تقيني والمرضة مازال مروض وخاصة أنا لما نحمي نفسي نحمي غيري هذا شيء مهم جدا الانفلوانزة طبعا نأمل أن يتوفر التطعيم الخاص بها التطعيم تبروهم جدا خاصة لهذه الفئات ولكن مدام تطعيم مازال ما وصل لش نحن نحفظوا بالإجراءات الأخرى أنت ذكرت التهوية مهمة جدا خاصة في المدارس لكن ما نخلوش الأطفال والطالباء بشكل عام في التيار يعني إذا كان فيه تيار وكذا نحاول نهوي من حين الآخر لكن إذا كان الجو كويس ما فيش بحس أني نخلي شبابيك مفتوحة بالسمرار نحافظ على التباعد ما أمكن يعني مش في كورونا بس حتى في الوينزة لو طفل أو طالب مفروض يعني من أعراض تنفسية مفروض يحفى من الدراسة سواء كورونا سواء برد سواء في الوينزة مفروض يحفى من الدراسة لأنه أنت عارف المدارس في نزل حام وبالتالي حينتقل الآخرين وحيعط لهم على دراستهم وبالتالي نستقني على طالب ولا اثنين ولا ثلاثة أضوهم أصلا المرض يقضوا في بيوتهم ولا المرض ينتشر في كل المدرسة فهذه الأمور المهمة يعني نحن ممكن نشوفه في الخاصة في المدرسة العامة يعني ما أمكن لكن على أقل أن نعود الطلبة على أنهم يغسل بديهم باستمرار أو يستخدم الكحول إذا كان ما فيش مكان للغسل التاوي حكينا عليها التباعد ما أمكن الكمامة إذا كان في الزحام شديد ما فيش بأس نشرب نلبس الكمامة يعني ما فيش بأس منها يعني ولكن إذا كان يعني ما فيش الزحام فممكن يحفل خاصة يضايقوا منها الكثيرين يعني بالإضافة إلى أخي أحمد الغذاء الصحي الفطار الصباحي كثير مننا يهمل لأننا لما نفطر في الفطار صحي هذا حيقوي لي مناحتي نكثر مرات مهم مهم الفطار الصحي ومهم أيضا المشروبات الساخنة ضد ممكن الشيء الأخضر لينسون أشياء لها علاقة بتعزيز المناعة وتقويتها حتى اللموية تشرب نحن نهملو فيها فيشتاء فيشتاء وهي بهمة للجميع سوكنوا أطفال والله شباب والأكبار لازم نحن نقضوا كفيتنا من الماء بشكل يوم هذه كلها أمور من الأشياء الأخرى اللي ممكن تكون شائعة في فصل الشتاء العتن الجفاف يعني فيه ناس يعانوا من الحساسية الجلد خاصة الأطفال وانقزيم الأطفال فهذهما يعني يسر لهم أكثر الجفاف وبالتالي الأم لازم تنتبهوا لازم نهتموا حتى الكبر سن مرات الترطيب المستمر يعني نحاوله نشربه مية كفيتنا من المية هذه كلها أمور مهمة في هذا الفصل يعني فصل الشتاء نعم الغذاء يأتي إلى جانب المناعة والحماية التي تحدثت عنها والابتعاد ويعني استخدام الكمامات وغسل اليدين كل هذه الأشياء مهمة حتى يحاول إنسان أن يحمي نفسه من هذه الأمراض التي لها علاقة كما قلنا بفصل الشتاء أيضا أشرت إلى نقطة مهمة أنه في فصل الشتاء عادة ما يبتعد الإنسان عن شرب الماء ما يسبب له مشاكل صحية كثيرة يعني منها وأبرزها ربما الجفاب وأنت عارف أن شرب الماء له فوائد كثيرة جدا واجعلنا من الماء كل شيء حي صحيح صحيح الفواكب بأنواعها ربما المتاحة يعني في مقدور الشخص أن يقتنيها أو يشتريها العسل أيضا أعتقد هي من ضمن الأشياء التي تقوي المناعة يعني الأشياء التي تقوي المناعة الخضروات عادة بكل نواحة الفاكهة يعني تعرف الوعد الأقصال المواطنين ولكن مفروض يكون في حصة فاكهة أنا ممكن رب الأسر يتنازل على أشياء ما تكون مهمة ويحاول يوفر الأفراد أسرطة يعني حبة فاكهة على الأقل في اليوم فيها فيتامينات فيها معادن ممكن بعد فترة الحمضية تعتبر كويسة البرتقال يعني لما يكون جيوكتا الليمون وعتقد موش مكلف زي البرتقال عادة لما يغفر يعني حييني السعر ممكن يكون في متناول يعني المواطني لأنه فعلا الجانب الاقتصادي مهم جدا يريد أن يتحسن الوضع الاقتصادي المواطن بيش يقدر يوفر هذه الأشياء المفيدة لأفراد كل أفراد الأسرة يعني فبالعكس الفواقف كل الفواقف مهم جدا ما نفرضوش فيها ولكن هي مطلوبة يعني الخضروات بعكس ممكن نأكلوا منها بأي كمية يعني الكثير مننا يهمل الخضروات يعني لأسف الشيء خاصة للأطفال نحاولوا نبعد أطفالنا عن الأشياء غير الصحية هذه ضعف المناعة وما فيهش فايدة والسكرية الكثيرة نعم يعني ديما نركز على أشياء صحية نحاول نوعي أبناء التوعية تبدأ من أسرة أقي أحمد الأشياء التي تحدث عنها يعني عادات وسلوك نعم وسلوكيات يمارسها الفرد يعني اللي يعتاد عليه هو اللي قاعد يمارس فيه فنحن للأسف يعني تعودنا على أشياء ربما خاطئة واجب أننا ننقل لشيء صحيح لأولادنا يعني حتى بالضبط يعني يقول لك أنا الطفل الصغير عمره سنتين متعود لا والله متعود على الشبس كيف تعود أنت جبت له يعني حتى لو شفه عند حد أنا نحاول نوعي يقول له هذه مش كويسة ونجيب له حاجة مفيدة نجيب له مثلا تامر ولا ندير لابد أضع في البيت يعني ما فيش باس لكن ليش أنا نجيب له شبس فيه منكهات وفيه ومش شبس هو حتى يعني مش عارف ليش مصنوع يعني فيه حتى زرف الصغير وفي الأكبار يعني بالتالي نحاول قدر الإمكان نبعد أبنائي وناقبل مرات فيه الأب اللي يحب يكل الشبس ويقول لك لا والله يقول الأولادة لا هو ضارة ومش كويس وأنت ما تكلش وما تجيبهش لهم حاول تجيب لهم حاجات كيف ما ذكرت هذين الحاجات الحلو والأشياء هذين والشبس يعني حتى هي مكلفة ليش توفرته وتوفرش الحاجات اللي هنا صحية توفر التمر توفر الخضروات الفاكهة اللي هي بالعكس هذه أشياء صحية نحاول ونجيبه نرجع المعلبات يعني مرات ما تكون لو مثلا بعض أنواع المعلبات ممكن نحتجوها في مصر من الدراسة كيف التونة والأشياء هذين ولكن ديما نحاول نجيب أشياء أخرى صحية البقليات نحن كمجتمع ليبي نهملوا فيها يعني مثلا الفول العدس هذين حاجات بالضبط يعني ممكن هذين يكون من ضمن يعني الفول ممكن يكون من ضمن الأفطار في الصباح يعني مغرد المعلب يعني يكون الفول المجفف اللي تحضر ربط الأسرة هذين يكون لنا أشياء صحية ربط الأسرة مفروض يعني أي شيء في الصبح تحطي الأطفال وفطار المدرسة ما يغنيش على الأفطار الصباحي كلك لا والله يفطر معاكم في الصبح وكل الأسرة تفطر في الصبح ويخذ معاها ترويقها للمدرسة بعدين يجي لجواجبة الغداء الجاهزة في البيت وبعدها يكون فيه ترويقها في العشية وبعدها يكون فيه عشاء خفيف يكون بدري والحاجة المهمة الأخرى أخي أحمد باشينا نحافظ عليه منعتنا ونقلهم الأمراض نبتعد عن الصهر الصهر رامل الأشياء اللي يضعف المناعة ديما النوم المبكر والاستيقاظ المبكر هذا يخلي يعني يحفظ عليه صحتي ويحفظ عليه مناحتي لكن النساء يرهق نفسه ونقل حتى الطلبة التلفزيون اللي في الأحدادي في الثنى ويخصر واجد على باش يقرؤ لا أنت حاول أنك ينظم وقته ويقرأ في العشية وممكن يرقض بدري ويوعى بعد الفجر يفضر وممكن يخذ وقت أن يراجع دروسها الآن دخول التكنولوجيا الحديثة للإنترنت كل القنوات في العالم كلها 24 ساعة تقدم فأصبح متاح قدامك وفيه وفرة إلى أنك أنت تصهر وتقعد في ظل هذه الظروف زمان أنا بشيء يذكر زمان التلفزيون نقول ويسكر الساعة 11-12 فكان مقياس لنا كشباب الواحد دم يروح بعد تسكير التلفزيون وين ارتكب جريمة بالنسبة لها يعني أصبح معدل حتى الصحر خارج المنزل يعني يقاس بإقفال التلفزيون يعني خلاص زي ما تقول التلفزيون يسكر نعم فبالتالي رجعت للبيت بعد تسكير التلفزيون جريمة هذه بالنسبة لعوليان المور لكن الآن تغيرت الحياة وخشت التقنية كيف ما ذكرت يعني من ضمن السلبيات يعني هو الصهر على ذكر الصهر الانترنت ممكن فيه معلومات يكون مفيدة خاصة للطلبة يشوف حتى فيديوات تعليمية وهذه حاجة مفيدة كويسة لكن تكون مقننة يعني لكن مرات نشوفه في الألعاب ونشوفه في الأشياء جهد للعين والصحة والذهن هناك أثر في حاجة أخرى هذه للأسف التقنية حيث هذهنا خلا معاش في ممارسة نشاط بدني الرياضة حتى مهمة جدا وحتى ترفع الجهاز المناعي وتقلل من الإصابة بالأمراض يعني سواء كان أمراض معدية يعني كيف الزكمة وكيف البرد والزكام والأشياء هذه وأيضا حتى الأمراض المزمنة يعني نحن نحن نحكو على السكر والضغط والقلب يعني تقي من هذه الأمراض وحتى المصاب بهذه الأمراض أيضا يسيطر عليها بلد نحن نقول أنماط حياة صحية يعني الرياضة الغذاء الصحي المتابعة للطبيب هذه كل الأمور تعتبر مهمة جدا ويساعدني في المحافظة على الصحة حسب كان في هذا الفصل أو في كل الفصول منظومة كاملة أنت منظومة سلوك يومي أو حتى في الأسبوع كم مرة تمارسها في عادات الأكل والشرب وموارسة الرياضة والنوم المبكر إلى حد ما كل هذه يعني تقيك من أشياء أنت ربما في هنا عنها نحكو على الشباب والأطفال القهوة وشاي المكياطة الآن يعني ما نحن ما نمنعش القهوة يعني فيه كثير قليلا نحب القهوة متعود نقول لش تشرب القهوة إلا إذا كان الطبيب في بعض الأمراض المعينة يعني مرت يمنع المريض ولكن في العموم نحكو يقول ما هيش مبنوعة تكون بقدر يعني فنجال أو اثنين لكن مثلا واحد يحكي يقول ينا نشرب في سبعة أو ثمان في نجيل هذه مشكلة كبيرة يعني لها أثر سلبي على الصحة لكن لو شرابت فنجال إذا أنت متعود تشربها فنجال أو اثنين إذا كانت للريت ومجدت زيف وكذا ثلاثة على الأكثر يعني هذا خلاص ولكن مش بشكل مفرط يعني تصل إلى سبعة وثمانة وتسعة وعشر في نجيل يعني هذه مشكلة حقيقة فلا تؤثر يعني أي شيء يزيد صيفا صيفا وشتان أخي أحمد العسل ذكرت أنت في الحديث العسل خاصة عسل الطبيع عسل النحل يعني مذكور حتى في القرآن في شفاء للناس ولكن مش بأفراد يعني حتى الحاجة المفيدة ما نفرضش فيها يعني الأفراد أي شيء يزيد على حد ينقلب ثده والله سبحانه وتعال لكل واشربه ولا تسرفه فالأفراد حتى يعني يحتبر مشكلة يعني يكون لها أثرة سلبة فهذه ما كل شيء يكون بقدر يعني باعتدال زي ما قلنا طيب خلينا نحكو على 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 الأطفال خلال فصل الشتاء يبوا رعاية خاصة الطفل طبعا ما زال قاصر عن فهم هذه الأشياء اللي نتحدث عنها ما هو معتني بصحتها ما لم يجد من يعتني به خاصة من أبوه ومه شنه هنا النصائح والتعليمات اللي ممكن انقدموها لأولياء الأمور خاصة في فصل الشتاء بالنسبة للأطفال نعم الأطفال بشكل عام نحن نحن يعني نحافظوا على على صحتهم لازم يكونوا يستكملوا تطعيماتهم هذا أمر مهم جدا لازم نعودهم على الأشياء الصحية نحن ممكن ذكرنا في سياق الحديث جاء اكتلام يعني على القذاء الصحي من البداية لازم نعودهم حتى يعني في مشكلة نحن واجهتنا واجهت زملائنا في الصحة المدرسية اللي هي يعني تسوث الأسنان بشكل كبير جدا وبالتالي لازم الأم تعلم طفلا كيف يهتم بنظافة أسنان من البداية طبعا الطفل يخش المدرس عمره ست سنوات أو الروض عمره أربع أو خمس سنوات وقبل ذلك لبنيا نهتم بها فأذا أمر مهم جدا التعليم أو التثقيف يبدأ من الأسرة لازم نعودهم على العادات الغذائية السليمة يعني الحلوى ما فيش دعينها هذه أهم مرحلة يا أستاذ أحمد نعم نحن نكون على أهم مرحلة من مراحل عمر الإنسان لهذه مرحلة الأساس والبناء وهي القاعدة نعم فلما الطفل يتعود على هذه الأشياء اللي أنت ذكرتها بكل تأكيد خلاص ستمشي معاه لأبناء أو لأعفادها تصبح عادة نعم بالضبط حتى لو كنا نبدو نحن موضوع الرضاعة الطبيعية يعني يفترض أن الأم ترضع طفلها رضاعة طبيعية مطلقة من ولادتها وحتى عمر سنتين طبعا بعث الشهور تدخل الأغذية التكملية المعروفة التي تعرفها الأم يعني فهذه كل أساسيات يعني أساسيات كم وجدتها عامين عامين هذا شيء أذكر في القرآن يعني يعني حتى كان الطفل بعد العامين يرضع خالي يرضع ولكن رهو بعد ستة شهور في اللي يعتقد أن الفيطام معناها نفط مع الرضاعة الطبيعية في ستة شهور لا الفيطام معناها في ستة شهور خلاص معاش يكفي حليب الأم يستمر حليب الأم ونبدأ ندخل أغذية الفيطام اللي هنا نبدأ يعني بالشيء مثلا بالخضروات وبعض الحبوب وكذا بشوية بشوية وهكذا نيني يبدو الطفل بكمية بسيطة تراقب تراقب اللوم الطفل وبعدها يستمر ونين يبدأ يأكل حتى على الصفرة معهم في عامر سنة مثلا ويستمر في الرضاعة الطبيعية لعن السنتين مهم الرضاعة الطبيعية بالضابط يعني سبحان الله حتى العلماء اكتشفوا أن الأطفال يرضع رضاعة طبيعية لقوم أذكى من الأطفال يرضع رضاعة صناعية لقوم أقل رضاعة حتى الأمراض المزمنة في المستقبل كيف السكر وغيرها يعني الفوائد كثيرة سبحان الله وفي فوائد الأم نعرفوها نحن الأم اللي ترضع رضاعة طبيعية هي أقل تعرضا لسرطان الثادي اللي حكينا علي حمبيتها في الحلقة أقل تعرضا لكثير من المشاكل يعني حتى يعود وزنها يرد الطبيعة وهكذا ففي فوائد للأم وللطفل وحرام نحن الحليب اللي يحضى في بداية حياة طفل لأسف نحن في بعض المصحات وفي حتف المستشفيات لمرض مشاكل بسيطة عند الطفل فالطفل يبعد نهائيا عن أمة لا المفروض الطفل يجي الأمة ترضعها لأن الحليب يجي في بداية اللي هو اللب هذا يسمو فيه خلال سبحان الله في أسام مناعية وتحمي الطفل من الأمراض المعدية فهذهنا كل الأمور الحقيقة والمسؤولية للجميع يعني حتى الممرضة في المستشفى والطبيبة والأم نفسها واللي حول الأم هؤلاء كل المفروض يشجعوا ويساعدوا الأم خاصة الأم ممكن أول مرة أنها ترضع طفل رضاعة طبيعية فالأساس يبدأ صحيح بعدين كنا نحن لما الطفل يكبر شوي نعلموه كيفية الأغذية الصحية يعني كثير من الأطفال يقول لك لا ما يأكلش في التمر ما يأكلش في الخضروات ما يشربش الحليب ما يأكلش في الزبادي يعني هذا شيء يعني المهم بشني يحب الطفل الله يحب الشبس ما تحرم ابنك إذا كان يحب الشكرات أو لكن ما يش بشكل مفرط يحب الحلويات والأشياء بس ما يشبه إفراط يعني لكن في مقابلها يكون في خضروات كيف ما ذكرت أقع في بداية فيه فاكهة الموز أي نوع من أنواع الفاكهة الحمضيات الحمضيات ممكن لم جواقت هذه كلها أشياء تعتبر مفيدة للجميع مع مالك الأطفال يعني لما في طور النمو أي فاكهة أي فاكهة يكون غذاء كامل في الأسرة يعني الحمضي ستحولهم تنوع يحتوي على كل الأناصر الغذائية هذه كلها أمور مهمة فالأطفال نحن لا نتعارف من فئة الحساسة والتي تأثر حقيقة بالإضافة إذا كان هم في سن المدرسة لازم من أن نفطرهم لجميع الفطار في الصباح لا يمشيش نفطر كيف ما ذكرنا في البداية لازم من أن نلبسهم لبس كويس في الشتاء ما نخليه ما يتعرضوا من جرش الطفل مثلا حمام ويطلع بعدين يعني تو قصة قصة العصائر سنتوب والله ديما الطبيعي أفضل والفاكهة نكلها بطبيعتها أحسن يعني ليش الطفل بدل ما يخذه معه سنتوب يخذه معه حبة فاكهة أنت لو تشوف وفي الحط في الخلاط ممكن يعني هو الأفضل الأفضل بطبيعتها ولكن ديما تكون إذا كان هو يحب عصير يكون العصير الطبيعي أفضل يعني أو إذا كان نطل الريت وما فيش وقت الأسرة نحاول نختار أنواع تكون كويسة جدتك كويسة يعني لمية تكون مع الطفل حتى هي الموضوع الآخر أخي أحمد ممكن حتى حذر منا المركز الوطني ما نخليش الأطفال يشتركوا يعني تقامت مثلا واحد جيب معه ترمس المية ويشربوا منها الأطفال الآخرين أو يشتركوا ويأكل منه سندولش ويعطي الزميلة يأكل منه لهذهنا حاجات مفرد تكون شخصية يعني لازم ننتبهولهم فهذه الأمور نحن ركزوا عليهم موضوع قلنا نحن يقول لك أنا والله طلعت التيار سواء كان كبير ولا صغير يعني وعلى ذكر المدارس وهذه العملية تحدثت عليها أستاذ أحمد عندنا المقاص المطاعمة لدخل المدارس أيضا يجب أن ينتبه إلى هذه النقطة نعم أنا شفت من قبل الزملاء أنا في الصحة المدرسية كان عندهم قائمة بيأغذية ممنوعة ما تبعش في المقاصف للأسف مرة تشوفيها لأن في بعض المدارس لأن من ضمن الحكينا علي الشبس هذا والحلو والمصصات والأشياء هذين ما في إجداء يكون المقصف يكون فيه سندووتش يكون أعد بطريقة يعني فيه اشتراضات صحية سليمة أي إن كان نوع السندووتش مثلا يكون مغذي يكون مفيد للطبل يكون فيها مثلا ليش بيكون فيها فاكهة في المقصف هذه ما زلنا وصلنا نحن ليش نكونش فيه مثلا بدل العصير ذكرتها يكون فيه حليب مثلا حليب أفضل وأحسن خلص الأطفال اللي هم صغيرين أولا بداية ثانية ثالثة بداية يعني فمفروض يكون فيها في المقصف لازم يكون عندها شهادة صحية يحافظ عن نظافة هذين كل الأمور يعني كانوا يركزوا علينا تذكر في الصحة المدرسية وذي حتى يعني عندنا مشرف صحي في المدرسة له دور في جانب هذا مدير المدرسة له دور يعني لازم نحن نتابعوا حتى إذا كان ما فيش مثلا الجهات حتى الناس اللي في المدرسة مسؤولين يعني نتبدأ من المدير والمشرف الصحي اللي في المدرسة يعني حتى ما لازم يتابعوا مثلا هذه المقاصف ونتجيب لي حاجات مفيدة وممكن تكسب وتستفيد ولكن ما تجيب ليش حاجة تضر الأطفال تكثر لي الشبس والأشياء الصناعية أو تجيب العصائر اللي هنا نكها فقط يعني رخيصة وما فيش أي فائدة وحتى مرات يعني مصدرها مش معروف يعني هذي كلها نازم نحن تكون فيه رقابة في هذه المقاصف يعني اللي هي في المدارسة نعم طيب نحن عندنا توا السوق سوق الملابس خاصة يعج بالعديد من أنواع الأقمشة وفيه طبعا فيه الأقمشة الداخل فيها القطن والله الصوف والله حتى النايل وغيرها يعني في من يقول مثلا بأن الملابس المصنوعة من الصوف مذرة يعني هل يمكن الاستعاضة عنها مثلا بملابس قطنية ما شعارف أنا في ملابس أعتقد أنها تأثير سلبي على جسم والله أخي أحمد حسن ما نسمع يعني حسب ما طبعا الأم لها دور خاصة نحن ممكن نحكو على شريحة الأطفال هي أكثر اتماما وتأثير نحن مرات نحن مرات يسقع الجو يعني أمشي أنت لبس الطفل والله الشاب يلبس أشياء يتكون مناسبة للفصل فإذا كان الجو بدأ يسقع ننلبس حاجات ممكن دافئة قطن كويس الصوف اللي هو كون يعني مهوش صناعي صوف فصلي ما فيش بس منه مش ممنوع ولكن مرات أنت تقل واحد يسقل الملابس خاصة أطفال مرات وحتى فيخفص من هنا ما يحدث هنا يبدأ مرات يعني يتعرض للبرد يسقع فالجهاز المناعي يضعف فيكون معرض يعني نحن مرات نتعرض للفيروسات اللي موجودة سواء كان في الوينزو ولا غيرها لكن جسمنا يقعد يقاوم نحن عندنا جهاز مناعي فلما نلبس الدباش تقيل وبعادة صحلي صخانة تنخفف الجهاز يضعف المناعة لما نتعرض للتيارات القصة مش في الساقع القصة في جهاز المناعي هو يضعف بسبب تغير الجو هذا فانا شنو الفيروسات اللي يقض جهاز المناعي مسيطر في الحالة هذه الفيروسات تغلبا ويصيبني المراض ومرات يكون المراض شديد جدا يرقدي المراض حتى لأيام ومرات الناس اللي هما عندهم مشاكل أخرى عندهم حاسية في الصدر ولا عندهم أمراض مزمنة كيف السكري ولا أمراض القلب والله الضغط يعني حاسية الصدر أيضا هذو حيات عبوا أكثر من غيره سواء كانوا كبار والله حتى صغار يعني حيأثر فيه مرض أكثر ومرض يتعرضوا للمضعفات الأخرى يعني يبدأ التهاب الجهاز التنفسي العلوي بعد ينتقل للسفلي يكون فيه التهاب بكتيري مصاحب ويدخل للمرات المستشفى ويخش في مرات فيه حتى فيه مضعفات أخرى يعني خاصة نحكو وعلم في الونزة ونحكو في الصباح حكينا وارج عليه كورونا وعكذا فأنا عنا زبا نبير خلاص فأتيكو ثقلت خلاص حتى والجو بدأ يتقلب يميل إلى الارتفاع شوية ما تغيرش بضل بضل وفيدي في نفس الوقت اللي بس في الصبح طلع في الصبح اللي قال الجو مسقع شوية فثقل فلما الجو بدأ مع العشرة الشمس طلعت ويسخن يخلع الملابس الثقيلة ومعادة الجو مازال متقلب نحن في الخريف نحن أعتقد ما زلنا الآن يعني فالجو عاد تنديم يتقلب يعني فيجيز رقع ما جديد فهو هنا شنو هنا تضعف المناعة القصة كلها أقي أحمد في مناعة الجسم هو الوقاية هنا مهمة حتى هو مشكلة مرة التعرض للتيارة بشكل أو واحد يدير كيفما قلنا نحن يدير حمام يستحمم ويطلع يتعرض للتيار يعني هذا حتى هو يضعف المناعة وبالتالي حنكون معرضنا لمشاكل المشاكل الصحية الأمراض اللي هنا خاصة الأمراض الزكاة حالات التهاب العصب السابع أيضا هي تكثر خلال فصل الشتاء نعم هو العصب السابع مش يعني فيه يتعرض يقولك أنه تعرض للتيار والبرد فسار لي وفيه ناس يعني عندهم يعني معرضين يهم عندهم المرض السكر عندهم ضعف في المناعة حيكونوا معرضين والتياب يسيب هذا العصب يأثر على الوجه ويأثر على لها علاقة بالبرد لها علاقة بالبرد قد يحدث لذلك الناس يعني الوحد يحافظ ويتعرض للتيار مهما كان الناس اللي عندهم أنت مسألة حماية أو وقاية الأذنين نعم في الكثير مثلا يضع في شربة أو في الصناعات الحديثة لبعض الأشياء يعني لتحمي الأذن من التيارات مهم حماية الأذن حتى هو مهم أخي أحمد ولكن هو الأذن مرة يكون عادتا لعنهم من الأذن الوسطى يعني بدأت المشكلة في الحلق وانتقلت بعدين يعني تكون بديتها برد وبالتالي المحافظة بشكل عام أنت تحافظ على يعني تحافظ على جسمك بشكل عام حتحافظ يعني حتقي نفسك من الأمراض البرد بنواحة وتقي نفسك حتى يعني قد يصل الالتهاب إلى الأذن وهكذا يقدر حوعد يعني في مشاكل أخرى يعني والأمراض الجلدية المتوصلة والمتعليقة بفصل الشتاء هو أكثر شي حكينا نحن في الشياق الحديث جاتكي يعني الجفاف الجلد خاصة الناس اللي عندهم حاسية ولما يجف الجلد في الضعمة في الشتاء عادتني يكون الجفاف أكثر فبالتالي هل يقلت شرب السوائلة لا هو الأكثر هو عادتا يعني في ناس ينصحهم الطبيب الجلدية باستخدام المرطبات هو أصل عندها مشكلة عندها حاسية فالجفاف يزيد الحساسية أخرى هذه تحدث كبار السن وتحدث حتى الأطفال وللجميع مرات وبالتالي الناس اللي عندهم جفاف جلد عندهم حاسية لازم يحافظوا على يستخدموا المرطبات اللي يصفها لهم الطبيب الأطفال طبعا يبتعدوا خاصة الصغار نحن نبتعدوا على حاجات فيهن عضر يستخدموا يعني مرطبات يعني طبية يصفها طبيب المقتص فنهتم بالترطيب الجلد بيش نقو نفسنا للجميع ممكن خاصة الناس اللي عندهم حاسية أكثر يعني ونهتم كما ذكرت شرب الماء مهم جدا والأغلية الصحية الأخرى حتي لها دور يعني شكرا لك استاذ دحمد يعني حقيقة باقة ومجموعة من النصائح القيمة التي يعني أتمنى أني أخذ بها المترقي المشاهد حتى تقيه يعني من مشاكل لقدامنا أنا عارف إن قاعدة الفراش هذه قاعدة مملة وبالضبط وبالضبط يحبط طبيب نفسيا يعني يعني يدر لي عليه والبقى الله سبحانه وتعالى يعني يعني ديما نحاوله ونحافظ عفسنا ما أمكن بالضبط بالضبط حتى من النواحي النفسي الواحد يعني يضايق ويتبرم ويتكدر من موضوع أنه قاعدت في الفراش لأشياء يعني قد يكون هو في غينة عنها في حال أخذ بمثل هذه النصائح بالضبط حاجة أخيرة الناس اللي ممكن محافظة قد يتعرض وبالتالي أي واحد يصاب بأعراض تنفسية سواء كان زكام ولا في الوينزا ولا كورونا ولا أي كان مفروض يعني يحاول يعني يتريح بالعمل أو المدرسة يخف من الأعراض ويرتدي الكمامة يعني الكمامة الشخص اللي عندها إذا كان يمشي المكان فيلبس الكمامة بش يحمي غيرها يعني فهذه الأمور نحن نركز عليها في هذا بالضبط يعني مش شرط يكون فيروس زي كورونا أو غيرها يعني ممكن أن أنك أنت تخش التجمعات معينة مصارف أسواق مثلا مزدحمة تلبسها يعني على الأقل حتى بشكل مؤقت وبعدين لما تطلع في سيارتك أو في مكان واسع والكمامة تحمي نفسك وتحمي غيرك مرة أنت مصاب تحمي غيرك ومرة أنت تحمي نفسك من ناس اللي مصابين يعني إذا كان اضطريت أنك تخش الزحام أو كان يعني فيه تهوية سيئة أو زحام شديد خاصة كيف المصارف وكيف مرت حتى ممكن المدارس يوم فين الزحام وهكذا طيب شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد العوامي من مكتب التوعية والتثقيف الصحي في بنغازي على حضورك ونلتقي إن شاء الله بإذن الله بارك الله فيك أخي أحمد وكل زملائك يعني وتركيزك على هذا جانب لهم جانب التوعية والتثقيف الصحي شكرا شكرا جزيلا لك